تنافسية عالية شهدها شباك التذاكر الأمريكي في افتتاحية السنة الجديدة وهذه قائمة أفضل لعشرة أفلام لهذا الأسبوع فيلم الخيال العلمي بورثينغز يقفز إلى المركز العاشر في أسبوع عرضه الخامس بمجموع أرباح تجاوزت 14 مليون دولار وحل في المركز التاسع فيلم السيرة فراري في أسبوع عرضه الثاني بمجموع أرباح وصلت ل 16 مليون دولار ووسط تنافسية عالية احتل المركز الثامن فيلم المصارعة The Ironic Low في أسبوع عرضه الثالث بمجموع أرباح تجاوزت 24 مليون دولار الفيلم مبني على قصة حقيقية وملهمة حول الأخوين فون إيرك والأثر الذي تتركه في عالم المصارعة مطلع ثمانينيات القرن الماضي وبعد افتتاحيته المميزة تراجع إلى المركز السابع فيلم الدراما الموسيقي The Color Purple في أسبوع عرضه الثاني بمجموع أرباح تجاوزت 54 مليون دولار أما في المركز السادس فجاء الفيلم الرياضي الملهم The Boys in the Boat في أسبوع عرضه الثاني بمجموع أرباح تجاوزت 33 مليون دولار وحافظ على المركز الخامس الفيلم الرومانسي الكوميدي Anyone But You في أسبوع عرضه الثالث بمجموع أرباح تجاوزت 43 مليون دولار واستطاع فيلم الرسوم المتحركة Migration الحصول على المركز الرابع بعد ثلاثة أسابيع من العرض بمجموع أرباح تجاوزت 77 مليون دولار واحتل المركز الثالث فيلم المغامرة Aquaman and the Lost Kingdom في أسبوع عرضه الثالث بمجموع أرباح وصلت لمائة مليون دولار وفي أسبوعه الافتتاحي حل فيلم الرعب Night Swim في المركز الثاني بأرباح بلغت 12 مليون دولار يحكي الفيلم قصة ليلة مرعبة عاشتها امرأة في حمام السباحة الخاص بمنزلها الجديد وأخيرا جاء بالمركز الأول فيلم المغامرة العائلي Wonka في أسبوع عرضه الرابع بمجموع أرباح تجاوزت 164 مليون دولار يتناول الفيلم حياة الشاب ولي Wonka قبل تحقيق حلمه بافتتاحه مصنع الشوكولاتة الشهير كما ينتظر شباك التذاكر الأمريكية عرض مجموعة من الأفلام القادمة هذا الأسبوع من أبرزها الفيلم الموسيقي الكوميدي Mean Girls وفيلم الإثارة والحركة The Bee Keeper والفيلم التاريخي The Book of Clarence